اشتركوا في القناة وبالوسائل الحديثة المركبات الفضائية ثبت انه خاصة بعد ان وجدت مراكب مركبات فضائية والمكوكات اللي يدور باستمرار حول الارض واللي غادرت قسم منعتها الارض الى المجموعة الشمسية اكدت الصور الناتجة على ان شكل الارض كرو عند سطح البحر عند ظهور السفينة واقترافها لا نشاهد اولا الا الصاري وبعد ذلك مقدمة السفينة واعلاها وان ثم تظهر السفينة عندما تكون على شاطئ البحر فتشاهد انت من بعد لكن الاي بعد منهم البعد الوضوحي فالبعد التلاشي لا ترى فيه شيء وان بعد بعدين لما تتقرب السفينة شيئا فشيء نحو الشاطئ او المرتى فتشاهد من عدها ما ارتفع منها كيف تشاهدها؟ لانه العين مثل ما قلنا احنا هي محد لها ما توصلوا الى علم العين جميع الاطباء لانه شرون ترى الشيء كروي على بعد بالتلاشي لما تتقرب الى وضوح الرؤيات شوفها عدل فهذه نفس الطريقة انه يؤدي لكياها فانحنا لما احنا موجودين على الارض فانحنا قريبين الى الارض فانحنا اذا انشاهد بنصف العين لان العين لو قسمناها بالنصف القزاحية فانشاهد الى الاعلى مسافة اكبر والى الاسفل مسافة اقل سنة التسعة وتسعين صار كسوف الشمس كسوف كلي فرحنا الى الموصل لان هناك في الموصل صعدنا الى دير مار متي فهذا يرتفع ثلاثة وستمائة قدم عن سطح العرض اخذت الشمس ان تختفي شيء ان فشيء وين بالنسبة الى كتلة القمر لان القمر القتلة مالته هو نصف كتلة الشمس فالقطر ماله مليون ومئتين الف كيلومتر والشمس القطر ماله مليونين واربعمائة الف كيلومتر الارقام التي ذكرها فيما يخص كتلة القمر احنا بذلة علمية وبقوانين والاعتماد على قوانين في الفيزياء وعلم الفلك تمكن العلماء من الاستدلال على كتلة القمر وهي سدس كتلة الارض لذلك قوة الجذب المسلطة على الاجسام الموجودة على سطح القمر وهذا ما اكده رواد الفضاء حين انتقالهم الى سطح القمر وتأكد لهم بان القمر الكروي كانت الجاذبية قليلة هناك وهي اقل من جاذبية الارض بستة مرات فلذلك الاوزان هناك تكون سدس الخسوف والكسوف والغروب والشروق وتغير الفصول كيف تحدث هذه الظواهر والارض غير كروية على حد تعبيرك الشمس بالنسبة الها هي اللي تدور حول الارض لانها هي الاصغر من الارض بموجب الآيات القرآنية انت هل يوم من الايام رأيت الشمس كيف تتحرك انا رأيتها تتحرك الشمس تتحرك الشمس حركة واحدة في كل اربعة وعشرين ساعة لانه انا لما احتي احتي على العلم القرآني هو يحتي لي على العلم اللي انا رافضة اساسا وهو علم وهو العلم الحديث اللي درسوا النبي وهذا علم بدأ لم يكن له اي حقيقة في القرآن الكريم لانه ما توجد اي اية في القرآن ترمز الى كروية الارض او دورانها فكل شيء اللي مايرمز الى شيء بالقرآن فهو باطل